اطلق معهد الادارة العامة بيبا برنامج خبرات بالتعاون مع وزارة العمل وشركة جابكون وموهو بيا لمل وذلك لبناء قدرات للشباب البحرينيين الباحثين عن العمل وتزويدهم بالخبرات التي تتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أو هذا البرنامج يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد نجم سالمين مدير ادارة التعلم والتطوير بمعهد الادارة العامة بيبا سيد سالمين بداية نرحب بك وهل لك أن تحدثنا باختصار عن اهمية البرنامج وكيف يمكن أن يخدم الباحثين عن العمل كونهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني شكرا أخوي حسين أمسيك بالخير أنت والأخوة المشاهدين برنامج خبرات موكب حكي التوجهات الحكومية الحالية لهدفها الرئيسي تطوير الشباب البحريني تطوير الكوادر البحرينية في سوق العمل بحيث نتسوفر لهم أحسن الفراث الممكنة فراث نوعية فعلان تعطيه مطغولية داخل السوق سواء في القطاع الآن أو حتى في القطاع الخاص البرنامج تم تصميم من قبل معهل الإدارة العامة بحيث معهل الإدارة العامة بالخبرة في مجال التطوير القيادي في مجال مهارات التطوير الشخصية الذاتية فسوينه هذه الكمبينيشن من هذا البرنامج مخصص حقفية الشباب البحريني الباحث عن عمل مثلا هو شباب بحريني باحث عن عمل يزودهم أيضا بخبرة فهو مجرد معلومات معرفة دورات بسيطة هو أيضا في خبرة على رأس عمل تطبيقية بيطلع المشاركة عندنا في هذا البرنامج عند خبرة عملية تطبيقية في مشروع معين بلس شهادات احترافية تساعد في تحقيق المشروع وتعطيه أيضا فنغولية تنافسية وإضافية لما ينزل حق سوق العمل بلس مجموعة من الدورات اللي بيبوا مسمكن فيها في مجال التطوير الذاتي وتطوير الشخصي المهارات القيادية نعم إذن هذا البرنامج وبما يوفره من تأهيل وتهيئة للشباب البحريني قد يجعله الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل لكن سيد سالمين كيف يمكن للباحث عن عمل الاتحاق بهذا البرنامج الاتحاق طبعا بيكون عن طريق موقع بيبوا وتسجيلها في تفاصيل برنامج كاملة على الوебسايت بيبوا على موقعنا ببرنامج بيوفر طبعا يعني أرجحك كلامك بيانتقلته بيعطيك فرصة عادلة فرصة نفسية حقيقية داخل السوق البحريني بيخدم الاقتصاد البحريني بشكل كبير بيعطيك أولوية وأفضلية داخل السوق نعم إذن سيد نجم سالمين مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة بيبوا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر